احنا خمس بنات كل بنت من ام وكل ده بنكرع بعض بس مصيبة كبيرة لجمعتنا وانا في الشغلة قفلت التليفون اللي رن للمرة العشرين رن من رقم اختي لحد ما زملتي قالتلي باستغراب ما تردي يا مهة ما تردي على اللي بيرن شاكل في حاجة ضروري اتعصبت وقلت لها هيكون في ايه يعني اكيد كلمتين زي السم من كلام رطبويا وبنتها وبعدين هم ملاقوش غيري ملاقوش غيري انا يتصلوا بيا ما عندهم تلاتة غيري وصعز ملت استغربت وقالتلي بتريقة باباكي ده اللي يرحمه ويسمحه على اللي عمله في حد يتجوز خمس مرات وفي كل مرة يطلع عشان خلف بنت اتنرفست وقلت لها اقفلي الموضوع ده وما تفكرنيش بياسوها الله يرحمه بقى مات وما سبش غير خمس بنات اخوات كل واحدة من ام وكلهم بيكرهوا بعض وسكدت شوية وقلت بخانا كان نفسي يبقى لي اخت من امي تبقى جنبي وسندي المهم خلينا في شغلنا احسن من السيرة النكد دي وخلصت شغلي في المكتب وخرجت للشارع عشان اوقف تاكسي وارجع البيت بس فجأة لقيت مرات ابوية بتجري علي وبتترجاني وبتقول لي عايزة تكلم معاك يا مه في موضوع مهم ما ينفعش يتأجل اتنرفست من اسرارها انها تكلمني بعد ما رفضت كل مكالمتها وقلت لها بعصبية هي تفضلي عايزة ايه؟ قالت لي وهي بتعيت وبتعتزلي انا عارفة انك بتكرهيني انت معذورة مش هلومك لكن ابوك يا الله يرحمه هو اللي خلانا كلنا بنكره بعض لكن والله يا بنت انا مش وحشة ولا عايزة بنتي تبقى وحيدة ارجوك ارجوك جميع اخوتك البنت وانقذوها وهنا الحقيقة قالت هي مهما كان اختي واللي يقزيها يقزيني وسألتها بتوتر مالها نرميل قالت لي وهي منهارة من العياد بنتي كان دخل الجامعة قطة مغمضة وبعد سنة أولى لقيتها تبندلت ما بقتش بنتي اللي عرفها لبقت تسمع كلامي ولا عايزة تقعد معايا اتعرفت على شلت بنات منهم لله فسدوا اخلاقها وغيروها والمصيبة الكبيرة ان واحدة فيهم بنت ناس اغنية وعندها شقة باسمها في برج جديد واقنعتهم انهم يعيشوا كلهم فيها ويسيبوا بيوت اهليهم وهي من مبارح وهي معاهم وقررت ما ترجع ليش تاني إلحاي أختيك يا با أختيك بالضيع يا حبيبتي اتعصبت من نرميل وقلقت عليها في نفس الوقت ولقيتني بهديها وبقول لها ما تخفيش انا هكلم اخواتي وهنتصرف قوليلي بس عنوان الشقة دي فين وقالت لي عنوان الشقة ومشيت ولاني عارفة ان لو اتصلت على بقية اخواتي ما حدش فيهم هيعبرني ويرد كان لازم اروح لهم بنفسي واحدة واحدة بس قبل اي شيء اتصلت بماما وحكت لها كل حاجة وطمنتها علي وماما قلقت علي والحقيقة ما منعتنيش هتدخل زي ما كنت متوقع بالعكس دي قالتلي روح يا بنتي واجمع اخواتك وحل المشكلة دي يمكن ربنا يجمعكم ويحببكم في بعض وانتهت المكلمة وطمنت ان امي مش هتقلق علي لو اتأخرت وعديت على بيت كل واحدة وتجمع نحنا الاربع في كفاتيريا ولقيت اختي الكبيرة منال بتقول بزهق يعني يما نتجمع يبقى عشان مصيبة ردت عليها اختي التانية هدى وقالت بتريقة وهو يعني في واحدة فينا بتسأل عن التانية في خير ولا حتى في شر وردت اختي التالتة نهلة وقالت بغيس انا ايه اللي يدخلني في الحوارات دي كلها من غير داعي بكل واحدة حرة في نفسها وردت عليهم كلهم وقلت انتو متخيلين شلة زي ايدي ليه قرروا يتجمعوا في شقة لوحدهم الا لو كانوا عايزين يعملوا اللي هم عايزينه من غير حساب ولا مرأبة من حد انتو مش خايفين على ان المين اختكم لا يجرى لحاجة هتسيبوها الضيعة ودميركم هتبقى مرتاحة ساعتها هتبقوا مبسوطين وبعدين دي اختنا وكلنا شايلين نفس الاسم والدم وهنا لقيتهم سكتو وحسيت انهم فعلا خايفين لذا يحصل وبدأنا نتكلم وندور على الحل لحد ما وصلنا الحل مناسب واتفقنا عليه وبعد كذا يوم كنا احنا الاربع بنات موجودين في نفس البرج اللي سكنوا فيه الشلة وعرفنا انه برج جديد وفيه شواء كتير فاضية وشواء مفروشة كمان وملقناش حل غال ان احنا نقجر شقة مفروشة ونقعد فيها كم يوم عشان نبقى قريبين منها وفعلا قعدنا فيها احنا الاربع وده طبعا بموافقة كل ام فينا واخدنا اجازة من شغلنا لمدة اسبوع وبدأنا نرأي بنرمين من غير ما تحس بينها وزبطنا صدفة على معاد رجوحها عشان تشوفنا كلنا مع بعض تحت البيت وفعلا شافتنا احنا الاربع مع بعض واتصدمت بس سلمنا عليها عادي جدا وقلت لها وانا بتحك جينا نعزمك تقضي معنا كم يوم مامتك قالت لنا انك مع اصحابك بس صدفة غريبة قوي نتقابل هنا في نفس المكان ارتبكت نرمين وقالت اه انا قاعدة هنا مع اصحابي في شقة واحدة فينا وهدى اختنا ردت وقالت واحنا كمان اجرنا شقة هنا من فترة وجينا مبارح نبدأ اجازتنا انت قاعدة في انه دور جاوبت نرمين وقالت في الدور الرابع قلت لها وانا عاملة نفسي فرحانة احنا في الدور اللي فوقيكي على طول صدفة غريبة جدا بس صحيح هو ده اختك عيد ميلادها النهاردة ايه رأيك تيجي تحتفلي معانا استغربت نرمين من القلفة اللي ما بيننا واللي كان غريب جدا علينا وقالت بقى لا طيب هشوفها عرفاجي ولا لا وفهمت هدى قصدي وقالت لها لا ده يومش بيتقرر غير كل سنة تعالي نحتفل بي كلنا نرمين حمدت ربنا ان هدى انتبهت لخطتي وما كشفتش الحكاية لان النهاردة اصلا مش عيد ميلادها ولا حاجة دي خدعة طلعت مني تلقائيا ومن حظنا يومها ان الاسنصير كان عطلان فاطلعنا كلنا عالسلم وانا واخوتي كنا بندحك وبنهزر مع بعض قصد نرمين اللي كانت وقفة بتبصنا وهي مستغربة جدا وبين عليها الدهشة ولما وصلنا لشقتها صحبتها شدتها ودخلوا الشقة على طول من غير ولا كلمة كنت متغاز قوي والاول مرة حست ان غيرانة على اختي بس احلى حاجة حصلت اني لقيت اخوتي التلاتة حسين نفس احساسي ومنال قالت بعصبية شفتو شفتو البت شدتها ازاي وما خلتهاش حتى تطلع معنا تشوف شقتنا ردت نهلة وقالت بس انا حسيت انها كانت عايزة تيجي معنا واتنرفيزيته ده وقالت وهي بتتصل برقم انا هطلب طورتة وشوية حلويات من حلواني عرفاه حد عايز حاجة تاني طب محدش يعرف نلمين بتحب ايه وبتسمت وكنت حصة فرحة وانا ببص لهم والاول مرة حس ان كنت بحبهم من زمان قوي اصلحنا يا ما تجمعنا واحنا صغيرين في بيت جدي في اجازات المدارس وكنا بنلعب وبنتخانق وبنتصالح ولما جبرنا كل واحدة فينا انشغلت في حياتها وسمعت كلام امها واعتبرنا نفسنا درائر زي امهاتنا وقطعنا بعض قطع شرودي وصول التورتة والحلويات وفضلنا مستنيين لمن تيجي الساعة بقت عشرة بالليل وهي لسه مجاتش فمنال قالت معلش حتى لو فشلنا المرة دي مش هنفشن للمرة الجاية وهد قالت كان نفسي تيجي والله خاصة انها كانت هتحب لمتنا وكنت لسه هقول حاجة بس لقيت جرز الباب بيرن جريت وفتحت وزي ما تمنيت لقيت نرمين هي اللي وقفة قدامي ومتوترة ولقيتها بتقول لي اكيد لقيت ملات خلص مش كده شدتها من ايديها وانا بدخلها وبقول لا طبعا فدنا مستنيينيك ومحدش اكل اي حاجة من الحلويات ولا الطرطة تعالي بقى نحتفل مع بعض واخواتي التلاتة من الفرحة جريوا عليها وحضنوها ونرمين بعد ما كانت متوترة بقت بتهزر وبتضحك معنا واحتفلنا كلنا سوا وسهرنا لحد الفجر نتكلم ونتحك وبصراحة ما خبيش عليكم كانت قاعدتنا جميلة قوي فكرتني بأيام زمان وكان نفس اللحظات دي ما تنتهيش ابدا والأحلى ان نرمين باتت معنا الليلة دي والصبح بعد ما فترنا كلنا مع بعض ابتسمت لنا وقالت ما كنتش متخيلة انها تبست معاكم كده ياريتنا تجمعنا من زمان وهدى ردت وقالت احنا فيها واتجمعنا هو خليكي معنا بقى لقيت نرمين بن عليها الحزن وقالت هيعودوا يترياء علي في الجمعة ويقولوا معقدة زي ما كانوا بيقولوا علي من اول ما دخلت طبطبت عليها وقلت لها سيب اللي يقول يقول وبعدين احنا كلنا اخوات ليه ما حاولتيش تتصل بحد فينا وتتكلمي معا وتفطفضي عيطة نرمين وقالت ماما ماما طول عمرها قفل علي وبابا الله يسمح وكم كرهنا في بعض خفت اكلم واحدة فيكم تزعقلي وتحرجني بس والله يكنت محتاجة لكم كلكم تبقوا جنبي دموعنا كلنا نزلت وقمنا وحضرنا بعض وبجد حسيت ان لازم الموقف ده كان يحصل عشان نتلم ونتجمع وقفضينا الطول اليوم في الشقة نتكلم ونفتكر ذكرياتنا حتى اننا لعبنا وجرينا ورا بعض واتحكنا بصوت عالي جدا واكتشفنا ان احنا بنحب بعض قوي وان بعض النهاردة مش هينفع نفترق تاني وعدى تلات ايام وحنا كده وفي يوم اتجمعنا في المطبخ وبنحضر الغدى سوا واكتشفت ان المين اختفت دورنا عليها في كل الشقة ملقتهاش بصينا البعض بيأس ونهل قائد هي بقى رجأت لصحابها وزهقت مننا مع انه والله اليومين دول من جمالهم مش هعرف انساهم وحيفضروا في قلبي وحسينا احنا الاربع بالاحباط وكمان الاجهزة كلها بكرة وتنتهي وغصب عننا لازم نرجع لشغلنا سكتنا وما فيش واحدة فينا قدرت تتكلم لحد ما فجأة لانا نرمين دخلة بشنطة هدومها وبتقولوا هي بتضحك دبيت خناءة كبيرة معاهم لاني قررت اسيبهم للأبد وجيت اعود معاكم هتقعدوني معاكم ولا مشيه جرينا عليها ودموعنا نزلت من الفرحة كأنها رجعت لينا بعد صفر سنين وحضرناها بفرحة كبيرة وحكينا لها الحقيقة كلها ونرمين ما كانتش مصدقة بس كانت طايرة من السعادة ان احنا جينا هنا مخصوصة عشانها وعشان خايفين عليها والخطة مش بس نجحت ان احنا ننقذها من الشلة الفزدة دي دي كمان جمعتنا وخلتنا الاول مرة نفتح قلوبنا البعض ومن اليوم دا واحنا الخمسة يومات بنتجمع في بيت واحدة فينا وكل امهاتنا رحبوا بالفكرة وفرحوا اللمتنا وشجعونا خصوصا بعد ما عارفوا اللي عملنا مع نرمين واننا سنة حقيق البعض هو كمان اصل خلاص اللي كانوا بيكرهوا بعض عشانه مبقاش موجود في الدنيا وحقيقة انا اكتشفت ان مفيش احلى من لمة الاخوات والمحبة ما بينهم اللي بتطمن القلب وتسند الظهر ربنا ما يحرم الناس كلنا من اخواتنا ابدا اقولوا يا رب يا رب العالمين